ثورة أرادت التخلص من فخ العنف على الرغم من توفر شروطه وفتح الباب لمجالات أخرى أكثر حرية وتطورا وأمل فيها نهضت من بين ركام التجاهل مواهب عديدة كانت ملكا لأصحابها فقط وعند الثورة أصبحت ظاهرة للجميع حرص كل فرد مشارك في ثورة الحدي عشر من فبراير على إثرائها بما يمتلكه ولو كانت مواهب دفينة حاولوا رسم مستقبل جديد ليمن أفضل كما كان شعارهم أنذاك واتخذوا من الصوت سلاحا يواجهون به الصالح وأعوانه في عهد السلمية بزغ نجم الكثير من الرسامين والمصورين والفنانين والصحفيين حين تحولت الألوان والأفكار إلى واجهات الساحات والشوارع بفكر معبر عن كل ما كان يدور حينها في فكرهم من مستقبل آخر غير ذاك المعايش يومها قنوات تلفزونية صحف محلية رأت النور من بعد ذلك اليوم وغاب نظام الصوت الواحد اليوم وبعد مرور ست سنوات تغيرت المعادلة من كانوا يتصدرون الساحة من إعلامينا ومصورين وصحفيين ورسامين والكثير الكثير منهم عرب بعضهم في عهد الميليشيا الجديد قتل البعض منهم اختطف آخرون وهناك من شردوا خارج أوطانهم أو من فقدوا وظائفهم وحتى حياتهم بالرغم من هذا ما يزالون يتصدرون المشهد ولم يتغيبوا عن الظهور وإن كان عبر منصة العالم الافتراضي ذاك العالم البديل أو بالتحدي في العالم الحقيقي صالح المزلم أحد فنانين من سطع نجمهم في الحدي عشر من فبراير حينها كان الأذان في الساحة يصدح بصوته فقط ومن لغماته تعرف الثورة الله أكبر الله أكبر غيب في عام 2016 حين اختطفته الميليشيا ربما انتقاما منه فصوته يحيي الثورة من جديد ويذكر بها فيما تحاول الثورة الاستمرار بكل كوادرها وأهدافها يبدأ في كل عام عهد جديد للثورة وإن اختلفت أحداثه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة